السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله شباب اليوم رح نشرح كيفية ضبط المنبه على الهاتف بكل سهولة فلا تنسون دعمنا بالله كل اشتراك ويلا نبدأ الشرح طريقة يا شباب جدا بسيطة كل عليكم تسوينها تروحون في البداية على تطبيق الساعة تضغطون عليه فبشكل مباشر رح يظهر معكم هذه الواجهة هذه التنبيهات السابقة اللي أنا سويتها فعشان تسوين تنبيه جديد تضغطون على علامة الزائد هذه فبشكل مباشر رح يظهر عندكم الوقت تختارون الساعة اللي تبعونها لنفترض مثلا نبغى المنبه يشتغل على الساعة ثمانية صباحا فهنا تحطون الساعة الثمانية وهنا تحطون الوقت مثلا ثمانية وعشر دقائق بهذه الطريقة وهنا تسجلون مساءا أو صباحا فراح نخلي صباحا وبعد كذا هنا رح يظهر عندكم جميع أيام لسبوع اليوم اللي حابين يشتغل فيه المنبه تضغطون على علامة بهذه الطريقة فالآن رح يشتغل على الأيام هذه اللي حددناها فقط أما الجمعة والسبت والأحد ما رح يشتغل فيها تقدرون تحددون الأيام اللي تبعونها بالضبط هنا إذا حابين تسجلون اسم للمنبه وبعد كذا هنا صوت المنبه تفعلون بهذه الطريقة إذا حابين تغيرون الصوت تضغطون عليه من هنا بعد ما تضغطون عليه تروحون على خيار نغمة الرنين رح يظهر عندكم جميع النغمات تختارون النغمة اللي تبعونها إذا حابين نغمة من الستيديو مثلا تضغطون على هذه الأيقونة هنا رح يظهر عندكم خيار الاحتزاز إذا حابين الجوال يحتز لما يدق المنبه والخيار الأخير اللي هو الغفوة إذا حابينكم تفعلون غفوة فإذا فعلتوا هذا الخيار رح يدق مرة ثاني المنبه بعد خمس دقائق كحد أقصى ثلاث مرات تقدرون أيضا تعدلون على هذه الأعدادات تضغطون عليها وهنا تقدرون تعدلون على جميع العدادات وبعد كذا هنا إذا حابين تغيرون خلفية التنبيه بعد ما تخلصون تضغطون حفظ وكذا بشكل مباشر تم إنشاء المنبه وهذه الأيام اللي رح يشتغل فيها المنبه إذا حابينكم تقفلونا تضغطون على هذه الأيقونة كذا قفلنا المنبه وإذا حابين تحذفونا بشكل نهاي تضغطون عليه ضغطة مطولة بهذه الطريقة وتضغطون أيقونة الحذف هذه كذا نحذف معنا بشكل مباشر فهذه كانت طريقة بكل اختصار لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطع ثانية مع السلامة